السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سننجز المراقبة المستمرة الرابعة في فهم المقرو أي الفرد الثاني للدورة الثانية يعني الفرود المرحلة الرابعة والآخرة من هذا الموسم الدراسي إذن بالنسبة للمستوى فالمستوى الخامس ابتدائي إذن سنعمل في هذا الامتحان على قراءة النص قراءة جيدة بعد ذلك سنجيب عن الأسئلة المرتبطة بفهمه إجابة عن الأسئلة تبين أننا فهمنا هذا النص المقرو صور من البلدة التصوير هواية سمير المفضلة فهو يقوم بالتقاط صور مختلفة يجمعها ثم يلسقها في دفتر خاص بعد أن يصنفها إلى مجموعات صور للحيوانات صور للنباتات صور لأفراد العائلة والأقارب صور للأصدقاء وصور لفعاليات ونشاطات مختلفة يقوم بها مع أصدقائه في المدرسة أهداه والده هذا العام آلة تصوير إلكترونية جديدة قائلا آلة التصوير هذه ثمينة وحديثة أفضل من سابقتها بكثير إذ تبين لك تاريخ ووقت التقاط الصور وتريك الصور على الشاشة لتتأكد من وضوحها وجمالها قبل التصوير ما إن سمع سمير كلام والده حتى كاد يطير من شدة الفرح شكر والده كثيرا على هذه الهدية القيمة وقرر أن يجربها في الحال علق سمير آلة التصوير في رقبته كما يرى السياح يفعلون ومضى يتجول في البلدة وهو يحس بالغبطة والسرور ابتسم سمير وهو ينظر إلى آلة التصوير التي تتأرجح مع خطواته وراح يلتفت لليمين واليسار وأسئلة كثيرة تدور في رأسه وأفكار عديدة تراوده أخيرا سيكون بمقدوري أن ألتقط صورا أفضل بفضل هذه الكاميرا المتطورة ولكن ماذا أصور؟ سأصور مناظر من بلدتي سأصور الأشجار والجبال، البيوت الجميلة والشوارع والحوانيت اتجه سمير نحو مركز البلدة وهو على أتم استعداد لالتقاط الصور لكنه لم يجد المناظر التي يبحث عنها ووجد مكانها مناظر أخرى نفايات في كل مكان أكياس نايلون علبة صفيح قناتي من البلاستيك أو عفوا قناني جمع قنينة قناني من البلاستيك زجاجات فارغة التفت سمير إلى الشارع فرأى مياه المجاري تنساب عليه مصدرة رائحة كريهة فنظر ونظر إلى جدران البيوت والحوانيت فوجدها قديمة وسخة خاب أمل سمير في التصوير ذلك اليوم ولم يجد منظرا واحدا يستحق أن تفتح آلة التصوير عدستها من أجله وآلمه أكثر الوضع الذي آلت إليه بلدته لم يستطع سمير النوم تلك الليلة فصور بلدته لم تفارق خياله وظل يتقلب في فراشه إلى أن خطرت بباله فكرة رائعة في الصباح تناول آلة التصوير وخرج من البيت راح سمير يلتقط المشاهد المختلفة التي كان قد رآها في الأمس ثم عاد بها إلى البيت وفي صباح اليوم التالي أخذ الصور معه إلى المدرسة وأطلع المدير عليها وطرح عليه فكرته فانبهر المدير بالفكرة وصمم على تنفيذها قام المدير بتكبير الصور وعلقها في صالة العرض في المدرسة ثم أرسل دعوات لأهالي التلاميذ كتب في أعلاها تعالوا لتستمتعوا معنا بمناظر بلدتنا الجميلة وفي الصباح كانت المدرسة تعج بالأهالي والتلاميذ الذين لبوا الدعوة بشوق وتلهف لمشاهدة تلك المناظر تلك المناظر وعندما دخلوا صالة العرض راحوا يتأملون تلك الصور والدهشة ظاهرة على وجوههم وبعد صمت طويل قالوا أحقا هذه بلدتنا؟ هذا فيما يخص قراءة النص نمر الآن لكي نجيب عن أسئلة الفهم نبدأ بالسؤال الأول إقرأ النص بتمعون ثم أجيب عن الأسئلة التالية ما هي هواية سامير المفضلة؟ إذن هواية سامير المفضلة هي التصوير نكتبه نكتبه إجابة كاملة هواية سامير المفضلة هواية سامير المفضلة هي نقطتان نكتبه التصوير نمر الآن إلى السؤال الثاني عفوة إذن أذكره مجموعات الصور التي صنفها سامير حسب الفقرة الأولى إذن لدينا المجموعة الأولى فيها صور أفراد العائلة أفراد إذن لدينا أفراد العائلة سامير المفضلة والأقارب 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 السنف الثاني لدينا صور الأصدقاء 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 إذن بنسبة لمجموعة الثالثة فعاليات إذن فعاليات سامير المفضل فعاليات نشاطات 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 ذا أنشطة ذا نشاطات مختلفة ثم نزيد قعل صور للحيوانات صور للحيوانات وقد قعل الصور للنباتات هدن الحيوانات وقد قعل النباتات إذن هذه هما الأصناف إذن عدنا خمسة ديها المجموعات كما ذكر في النص إذن عدنا خمسة ديها المجموعات المجموعة الأولى فيها صور لأفراد العائلة والأقارب المجموعة الثانية فيها صور للأصدقاء المجموعة الثالثة فيها صور لفعالية ونشاطات مختلفة كتب هنا مختلفة مختلفة والمجموعة الرابعة عدنا الحيوانات ثم عدنا النباتات إذن هما المجموعات الصور التي صنفها سامير حسب الفقرة الأولى نرجع للفقرة الأولى ونعود أن يستطيع لهم إذن هما عندنا حيوانات، نباتات، أفراد العائلة والأقارب، أصدقاء، فعاليات ونشاطات مختلفة هما عندنا خمسة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة نمر الآن إلى السؤال الموالي، إذن السؤال الثالث إذن السؤال يقول ما هي المناظر التي وجدها سامير في البلدة إذن أعتذر على الكتابة، إذن الكتابة هذه غير واضحة إذن هذه البلدة، ما هي المناظر التي وجدها سامير في البلدة نرجع للنص ديانا، وغادلقوا أن سامير كان يريد أن يلتقط صوراً لكنه لم يجد المناظر التي يبحث عنها وجد مكانها مناظر أخرى، ها هو المناظر التي يلقى، نفايات في كل مكان، أكياس نايلون، علب صفيح، قناني من البلاستيك، زجاجات فارغة أتنجيون، نكتبوا هذه الأشياء كاملة أو هذه المناظر كاملة، يعني إجابة عن السؤال غنجر المناظر هي، نجوب نشان، عندنا نفايات، نفايات في كل مكان، نفايات في كل مكان، عنجر عارضة، أكياس، أكياس، نايلون، نايلون، ثم علب صفيح، علب صفيح، ثم قناني، قناني، قناني من البلاستيك، قناني من البلاستيك، ثم زجاجات فارغة، فارغة، إذن هذه المناظر التي فوجئ بها سمير في البلدة، نمر الآن إلى السؤال الرابع، الموضوع الرئيسي الذي يتناوله النص هو قدوم السياح إلى البلدة، إقامة عرض للصور في البلدة، تلوية البيئة في البلدة، هواية التصوير في البلدة، الموضوع الرئيسي هو تلوية البيئة في البلدة، تلوية البيئة والموضوع الرئيسي الذي يتناوله النص السؤال الخامس لماذا خاب أمل سعيد في التصوير أول يوم ولم يصور شيئا لأنه فوجئ ببلدته ببلدته وهي تعاني وهي تعاني من التلوث نمر الآن إلى السؤال السادس ما هي الخطوة الأولى التي قام بها المدير لتنفيذ فكرة سامير أو ما هي الخطوة الأولى تعليق الصور في صلاة العرض إرسال دعوة لأهالي التلاميذ تكبير الصور التي التقطها سامير افتتاح معرضين أمام الأهالي إذن أول حاجة دارها هي التكبير الصور التي التقطها سامير نرجع للنص باش نتأكدوا إذن في النص شنو كتبوه لنا هنا أخذ الصور معه إلى المدرسة وأطلع المدير عليها وطرح عليه فكرة فانبهر المدير بالفكرة وسموه معها تنفيذها قام المدير بتكبير الصور أول حاجة دارها هي يكبر الصور هذه الخطوة هي تكبير الصور التي التقطها سامير هذه الخطوة الأولى من بعد اشتر الصور تعلقها في صلاة العرض ومن بعد أرسل دعوات للأهالي وأخيرا افتتاح المعرض أمام الأهالي يعني فجوا الأهالي وشافوا ذلك الصور نمر الآن إلى السؤال السابع ماذا يجب أن يفعل الأهالي لمصلحة البلدة بعد أن شاهدوا الصور المعروضة إذن يجب عليهم أن يتعاونوا يتعاونوا أن يتعاونوا وينظفوا وينظفوا بلدتهم بلدتهم من النفايات من النفايات إذن يجب عليهم أن يتعاونوا وينظفوا بلدتهم من النفايات يتعاونوا نمر الآن إلى السؤال الثامن ايتي بمراد في الكلمات التالية الغبطة تعج بمقدور إنبهر إذن نحن نحن ننص باش نشوفه السياق دي لها في الجملة الغبطة إذن عندنا هنا وهو يحس بالغبطة والسرور يعني بالفرح الفرح الفرح تعج هل نشوفه كلمة تعج إذن عندنا هنا وفي الصباح كانت المدرسة تعج بالأهالي والتلاميذ تعج يعني كانت مملوئة أو تمتلئ إذن تمتلئ بالأهالي والتلاميذ نقدر نقول تمتلئ تمتلئ ولا نقدر نقول تزخر 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 لا تعج تزخر إذن هنا لدينا بمقدور إذن هنا عندنا إذن وأسئلة كثيرة تدور في رأسه وأفكار عديدة تراوده أخيرا سيكون بمقدور أن ألتقط صورا أي سيكون باستطاعة 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 أن ألتقط صورا أو بإمكاني إذن بإمكاني إذن بإمكاني أن ألتقط صورا إذن إن بهر المدير إذن هنا على مأدن إن بهر المدير إذن أطلع المدير عليها وطرح عليه فكرته فانبهر المدير بالفكرة إذن فانبهر أي ففوجئ إذن فوجئ فوجئ واندهش اندهش إذن اندهش نمر الآن إلى السؤال التاسع والآخر من هذا الامتحان استخرج أضداد الكلمات التالية من النص إذن أعداء ضدها أصدقاء ركينا في النص أصدقاء الحزن عندنا الغبطة والسرور الحزن السرور السرور إذن هذا كل ما يخص انتحان مكون فهم المقرؤ للمستوى الخامس من التعليم الابتدائي المتعلق بالمرحلة الرابعة إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو تمنى لكم حد موفق لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد سنقترح عليكم نماذج أخرى من نماذج فروض المرحلة الرابعة والأخيرة برسم السنة الدراسية 2021-2022 حظ موفق وإلى اللقاء